يقول المؤرخون أن تسمية ميناء أتت لما يراقوا فيه من دماء المشروعة في الحج وقيل أيضا لتمني آدم الجنة فيما رأي آخر أيضا لاجتماع الناس بها والعرب تقول لكل مكان يجتمع الناس فيه ميناء ومن بقاع ميناء ينضم إلينا مراسل الإخبارية محمد الحمادي محمد مرحبا فيك العام تم خير كيف الأجواة في ميناء وهل قام الحجاج بذبح هديهم نعم فيصل مساء الخير وكل عام وأنت بخير نحن نتواجد الآن تحديدا في أبراج ميناء وهي مقر إقامة الحجاج اليوم بعد أن رموا الجمرات وطافوا طواف الإفاضة عادوا إلى مكانهم وإلى مسكنهم في أبراج ميناء أبراج ميناء طبعا مهيئة بالكامل لاستقبالهم نتحدث فيصل عن منظومة كبيرة جدا تقام في هذا المكان هناك تعقيم مستمر ومتابعة من قبل الجهات المعنية هناك كذلك مقر ومركز للمراقبة الصحية يتابع الحجاج أول بأول لحالتهم الصحية ويتابعهم بالتأكيد في كل تفاصيل أيضا رحلتهم هي رحلة الحج نتحدث كذلك عن وزارة الحج والعمرة هناك مراقبين يتابعون الحجاج اليوم أيضا في هذا المكان هناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة جدا يعني بعض الحجاج الآن تم توفير بالتأكيد لكافة الحجاج عدد من الحلاقين الذين أيضا يقومون حين يقومون بالحلقة أو التقصير فهناك منطقة معينة هنا بروتوكولات محددة وصحية يتم فيها اعتماد التباعد أولا وأيضا الإجراءات الصحية المختلفة التي نتحدث عنها ضمن منظومة كبيرة تقام هنا نعم محمد يعني ليس كل من سمع مثل من رأى من ذهب إلى مكة وحج أيضا سوف يعرف مقدار التعب والجهد وجميع الخدمات التي تقدم أحيانا الكاميرا تعجز عن الإتيام بمثل هذه الجهود أنا متأكد محمد أن أنت لاحظت كثير من الخدمات التي مهتمة بتفاصيلها تفاصيل معينة دقيقة وصغيرة مهتمة فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجات نعم فيصل من التفاصيل الصغيرة مثلا الوجبات التي تقدم للحجاج تكون بشكل مغلف بالكامل وبطريقة صحية ونظيفة وآمنة وأيضا تصلهم بسلامة أيضا نتحدث ربما عن الباصات التي تنقلهم من مشعر إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى هذه الباصات نتخيل فيصل حينما تقف هذه الباصات في موقف معين هناك شركة متخصصة تقوم بتعقيم كافة الباصات في فترة وجيزة وفي دقائق معدودة إذن خلية نحل تعمل هنا أيضا الباصات هي لخمسين راكب ولكن في هذه الرحلة فقط الباص يوضع فيه عشرين حاج فقط وهذه أيضا من الإجراءات الاحترازية إذن أيضا في مدخل هذه الأبراج هناك أجهزة حرارية للتأكد من درجات حرارة الحجاج وأيضا هناك قامت وزارة الصحة بتوفير بالتأكيد غرف للعزل في حال كان هناك حالة اشتباه أو أعراض مشابهة لفيروس كورونا يتم أيضا التعامل معها وأيضا أخذ المسحات إذن نستطيع أن نقول بأن الآن المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف منطقة صحية آمنة بفضل هذه الإجراءات الكبيرة والدقيقة التي يتم التعامل معها مع كل حاج يعني نتخيل هذه الأعداد يتم التعامل مع كل حاج بدقة وحرص نعم محمد شكرا جزيلا لك على أيضا هذا اللقاء وأيضا على ذكر هذه المعلومات المهمة والتفاصيل الصغيرة في هذا الجام شكرا جزيلا لك